مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم ما نعلم مع بعضنا الرايب و يتنجم يقول البن مرحبا في تونس نعرف البن و الرايب الرايب هو الحليب المروب يبدأ تروف كما الياغورت و الرايب يقول البن هنا الحليب حليب بقري لا أعلم أنه حليب فريشك لقد انتهت الرايب في فيديو ليلة بالنظهر و سأتلحل الرايب يتركى الحليب البقري و هذا حليب يعنياة شليب حليب في الجلد و كل ما وجدته الرايب و الرايب بالخري إذا كنت اتخذ فريجيدير في مجازن خلق الماء يتحط في الفريجيدير وكل شيء هذا هو الحليب البقري وكامل الدسم تتخذ الماء لا يوجد دمي كريمة هذا هو الحليب البقري يبدأ الماء مكتوب عليه نخذ الحليب البقري نخذ الكسارون بما أنه لا يجب العقم ونعمل أما أنه لا يجب العقم ونأخذ الحليب البقري ونغليه 5 دقايق تقريبا يفور بفوق ونقص عليه النار ونقص عليه النار ونقص عليه النار ثم نطفي عليه ونخرجه الوقت الذي يبرد أتصل إلى درجة أنه دافي ونضع الحليب دافي ونضع الحليب نضع الحليب نضع الحليب نضع الحليب على النار دوب ميدفى نضع نجم لا يغلي لا يغلي لا يغلي نضع الهواء في البخار في تقرير 47-50 درجة نضع الحليب نضع الحليب نضع الحليب نضع الحليب نضع الحليب نضع الحليب و من المهمة لا يتعدي لا يتعدي لهواء نضع الحليب من الماء من الماء من الماء نضيفه لدويات لحتى شاي هذه هي حكايته نضيفه بعد الغاز معناها أين نطيب نضيفه بلاصة فيها سخونة وإلا بعد الكوشة المهم البلاصة اللي عندك فيها الحرارة تضيفه بلاصة وتخليه تقريبا 24 ساعة بين 24 و 48 ساعة كان الطقس بيردي يشدك نهارين وكان الطقس سخون يشدك ليلا من غدوة يصبح رايب نضيفه من غدوة في الوقت نحل البكالي من يوم ونحرك نشوفه إذا لقيتوا القالب واحد معناها راب ونجم نستعمل خمائر لبنية طبيعية لكلها مفيدة للصحة وتستحقوها حتى في رمضان وحاجر خيصة برشة ما هي يسر؟ نحن اترا رايب وإلا اللي يحبوا رايب خطر رايب نلقى كان البنب هنا هذيك عملت لكم الوصفة هذية نضيفه نضيفه بعد عشرين ساعة ثلاثة وثلاثة يام الرايب كنتم غطيته عمري ما عملتها قبل ديما نضيفه في حليب كبيره نضيفه 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 بعد مرات نضيفه نضيفه بعد مرات اهوكا فوق ماشاء الله في المساعدة كنتم تسعص لها هذا هو الرايب ترى الماء الزيت و ترى كيف ترى الماء الزيت مستغنى عن يهراء دعنا نحن الماء الزيت بسم الله وهذا هو الرايب الرايب يكون هكاكة نحل لكم الفلاش بشترى هذا هو الرايب نزيد نصب لكم كي ساخر كي ساخر الرايب شوفوه هذا هو الرايب راهو الكل منافع الرايب معروف المنافع متاع ومعروفة مذكور حتى في السنة بهي للمسارن وكل للجهيز الهضمي ومنصوح به في رمضان سوقته في رمضان منصوح به على الاخر هذه وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها و ان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة